من بين الحكايات الكتيرة عن تحية كاريوكا هي حكاية تربيتها لرجاء الجداوي وأخوها فاروق ولاد أختها ودلأ أن جوز أختها كان متزمت شوية ورافض لعمل تحية في الفن وقال لمراته إزاي تكون خالة ولادي رقاصة علشان كده طلقها وهي معها خمس ولاد فتحية حسد بالزنب لأن طلق أختها بسببها وقررت تاخد اتنين من أولاد أختها تربيهم علشان تشيل حمل مصرفهم عنها خصوصا أن ربنا ما رزقهاش بالأطفال فأخدت رجاء وكان عمرها وقتها ثلاث سنين بس وكمان أخدت أخوها الصغير فاروق ونقلتهم خلتهم تحية لمستوى تاني خالص وعلمتهم اللغة الإيطالية في سن الصغيرة جدا وكمان جابت لهم ربيات إيطاليات ولأن تحية كانت بتسافر كتير بحكم شغلها دخلت رجاء وفاروق مدارس داخلية وبالرغم أن رجاء كانت بتحب خلتها جدا وخلتها كمان كانت رحها فيها إلا أن رجاء بتحكي أنها كانت بتعايد بحرقة في المدرسة الداخلية لأن ما كانش في حد بيزرها وكانت بتشوف أهل زميلها بيزروهم فكانت بتغير منهم وفي الزيارة الشهرية كانت بتزرها المربية بتاعتها كانت رجاء بتخرج من المدرسة الداخلية يوم السبت والحد من كل شهر وفي مرة قالت لها صاحبتها أن عيد ميلادها يوم الاثنين وطلبت منها تقول لخلتها أن أجازتها الشهر ده هتكون السبت والحد والاثنين وفعلا عملت كده ولكن بالصدفة راهبة من المدرسة قبلت خلتها تحية وسألتها ليه رجاء ما جاتش المدرسة النهاردة فتفاجئت تحية وقالت لها أن رجاء تعبانة وعندها حرارة ولما رجعت البيت وجهت تحية باللي حصل وخيارتها وقتها بين حاجتين إما تروح المدرسة وتقول لهم أنها كدابة أو أنها ما تخرجش أبدا من المدرسة لحد نهاية السنة الدراسية واخترت رجاء الحل التاني وقالت لها خلتها أن الكتبة أساس الفساد لأن كل ما هتجدي بكتبة هتضطر تجدي بكتبة تانية أكبر منها علشان تغطي عليها ومن وقتها عارفت رجاء قيمة الصدق تحية كمان كانت حريصة جدا على تعليم رجاء وأخوها اللغات فتعلمت رجاء في مدرسة الفرانسيس كان إنجليزي وإيطالي وفرنسي ولما وصلت رجاء لعمر 14 سنة طلبت من خلتها تحية ترجع لإسماعيلية تاني علشان تعيش مع والدتها وقتها تحية زعلت جدا لكن رجاء أثرت على موقفها وقالت أن أمها محتاجها أكتر منها وفضلت العلاقة بينهم كويسة بعدها واشتغلت رجاء مترجمة في شركة أعلانات باللغات الكتير اللي كانت بتتقنها علشان تعرف تصرف على والدتها واخوتها وبعدها دخلت مجال عروض الأذياء وسفرت برا مصر في عروض عالمية كتيرة وفي مرة كانت رجاء مع والدتها في محل تجاري وشافها عبدالعزيز جاد وقال لها أنه بيدور على بنت بنفس ملامحها ومواصفاتها علشان تقدم دور أخت أحمد رمزي في فيلم غريبة ووفقت رجاء ومثلت الدور فعلا وساعتها خلتها زعلت جدا وبالرغم إنها فنانة كبيرة إلا إنها رفضت رفض قاطع دخول رجاء مجال الفن ووصل الموضوع بينهم لقطيع تامة استمرت ست سنين لحد ما عملت تحية عملية جراحية فطلبت رجاء من والدتها يزوروها في المستشفى بس والدتها قالت لها بلاش لإنها ما بتكلمناش من سنين لكن رجاء أصرت ورحوا فعلا للمستشفى وبمجرد دخول رجاء على خلتها تحية عايته هما الاتنين وقالت لها تحية أنا كنت رسمي لك طريق تاني خالص بس انت اللي استعجلتي ومن بعدها رجعت العلاقات بينهم كويسة مرة تانية ودايما رجاء بالدين بالفضل لخلتها تحية وبتعتبرها أمها التانية اللي تعلمت منها كتير يعني هي دايما تكلمت تقولي لما تعودي عالصفرة في القصر خلي ناسك برأسهم ولما تعودي عالطبلية خليك يقل منهم واللي عملته تحية كاريوكا مع رجاء الجداوي خلى كتير قوي لوم رجاء انها ما كانتش معاها في أواخر أيامها خصوصا لما فقدت كل حاجة بتملكها في أواخر حياتها وده اللي نفيته رجاء الجداوي تماما وقالت ان خلتها فضلت عايشة حياة كريمة لحد وفاتها وان عمرها ما تخلت عنها أبدا وفضلت معاها في رحلتها كلها وكمان فضلت جنبها طول الثمانية وعشرين يوم اللي قضيتهم في المستشفى قبل الوفاء أنا أقولك حاجة أنا فيه كلمات أول ما أقولها حيات أمي طان تحية ضنايا اللي هي بنتي ومصر